السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد الفيديو الثامن من سلسلة Power Pivot اليوم سنتحدث عن Actual vs Budget سنرى فيديو جديدة كيف يمكن أن يكون لدي Data Model جواهة 2 Fact Table قبل ذلك أنواع Tables يمكن أن تكون Fact Table أو جدول معاملات ومجموعة من جداول البحث لكن لم نرى كيف يمكن أن يكون لدي أكثر من جدول معاملات داخل نفس Data Model اليوم سنرى كيف يمكن أن نتعامل مع هذا الوضع ونستفيد من الميزة لأن نقوم بعمل مقارنة ما بين الفعلي والموازنة داخل نفس Pivot Table سنرى 6 أشياء مع بعض أول شيء سنستخدم Power Query لكي ندخل ملف Budget جواهة Data Model وهو موجود لدينا شغال الذي كنا اشتغلنا عليه لحد Video PP07 الخطوة اللي بعد كده سنرى كيف نقوم بعمل قصة إدخال الوضع عن طريق Power Query سنرى حاجة ممكن نستخدمها تساعدنا جواهة Power Query اسمها Data Parse كيف يمكن أن أحول قيام نصية إلى تواريخ باستخدام الخاصية الظريفة وهتساعدك كثير قوي في Power Query في حاجات مشابهة بعد كده سنرى كيف يمكن جواهة Data Model نقوم بعمل العلاقات المختلفة عشان نربط أكتر من جدول المعاملات ببعض كمان نربطهم ببقية جداول البحث اللي موجودة عندنا الخطوة اللي بعد كده سنبدأ نقوم بعمل شغاية Majors عشان نحسب الإجماري بتاع الموازنة أو البودجت ونعمل كمان الإجماري الجاري ونبدأ نحسب الفروقات ما بين الأداء الفاعلي والموازنة اللي بعد كده كمان هنشوف ازاي ممكن نضيف معلومات إلى تقرير المبيعات الديناميكي كنا عمال مرة اللي فاتت عملنا تقرير مبيعات الديناميكي عايزين نشوف ازاي ممكن بقى نضيف عليه الموازنة التقديرية ونشوف الفروقات الأداء ما بين الفاعلي والتقديري وآخر حاجة خالص هنشوف نحن ممكن نضيف كمان ملف موازنة جديد يعني هندخل 2018 في أول مرة هنشوف كمان ازاي لما نضيف البودجت بتاع السنة الجديدة ازاي كل اللي احنا عملناه هيحصله تحديث تلقائي يبقى احنا الموضل ده جاهز نحط عليه بيانات اكتشول هتشتغل نحط عليه بيانات زيادة كمان للبودجت هتشتغل معانا بشكل هايل جدا لسه شغالين على نفس الاجزامبل المكمل معانا لغاية الفيديو اللي فات PP07 وده اخر ريبورت عملناه لو تفتكر ده كان شكل البيوت تابل وهنا زي ما انت شايف احنا حاطين حبة سليسر ده ديناميك سيز ريبورت الريبورت بيتكلم على السيلز باي كاتيجوري ادي كل الكاتيجوري تحتي الايتمز او البروكتس المختلفة بيعاد الريفنيو واليرفير يير تشينج والريفني يير تو ديت والريفني يير تو ديت كمان عندي سليسر بالريجن ممكن اختار الريجن اللي انا عايزها اول ما هاختارها هيبدأ يعمل تغيير الارقام تبقى كلها بصة على الريجن اللي انا اخترتها كمان عندي اختيار الشهور في سليسر تاني وعندي اختار السنوات طبعا اربع سنين من 2016 لحد 2019 طيب ايه اللي ناقص التقرير ده او ايه الحتة اللي ممكن تضيف على التقرير ده ان انا ابدأ اقارنه بالبودجت يعني مثلا الريفنيو هنا عندي النمو بتاعه لو حطيت كمان التغير versus المستهدف او التغير عن المستهدف هينديني برضو انسايد كويس كمان التغير يير تو ديت يعني انا هنا لو مثلا اخترت شهر جولاي مثلا هلاقي ان انا عندي ريفنيو بتاع شهر جولاي وعندي ريفنيو من اول سنة لحد جولاي عايز اعرف التغير ما بين كل كولوم من دول او كل ايتم من دول عن البودجت يبقى انا بداياتا محتاج اروح اجيب البودجت تعاني حاول نفتكر مع بعض كمان شكل الديتا موضل كان اعمل ازاي اللي وصلنا له اللي طلعنا منه بالبيفيت تيبل اللي قدامكو ده ده الديتا موضل عندي اربعة تيبلز الالسيلز ده جدول المعاملات في المبيعات اليومية وعندي اربعة جداول بحث شانل وبرودكت وريجن وكالندر تعال نشوف شكلهم في الدياجرام فيو هاختار الدياجرام فيو عشان نشوف الشكل عامل ازاي ده اللي بيسموه الستار سكيمة جدول المعاملات ويباصص على اربع جداول بحث اللي هما البرودكت والشانل والكالندر والريجن وانا احاطت كل المجرس بتاعتي زي ما انت شايف موجودة في جدول المعاملات ولما بعمل اي فلتريشن بروح اختار مثلا البرودكت من هنا بيروح يعمل فلتريشن لجدول المعاملات اخترت التشانل بيعمل فلتر لجدول المعاملات بدلت التشانل اللي اخترتها يبقى لازمة جداول البحث دي بتساعدني ان انا اعمل فلتريشن لجدول المعاملات قدر اعمل تصفية واختار الايتمز اللي انا محتاجها من داخل البيوت تابل او باستخدام سليسر او اي حاجة من الحاجات دي طيب دلوقتي بقى انا عايز اضيف جدول تاني وليكن هنا الناحية التانية عايز اضيف جدول تاني واسمي البودجت وابدأ اعمل نفس التربيطات دي واخلي ان بعد كده لما اختار البرودكت او الكاتيجري بدل ما يعمل تصفية لجدول واحد بس لا يعمل تصفية بنفس الخاصية بالزبط لجدول تاني هيكون موجود هنا وهو جدول البودجت هعمل كده ازاي هعمل كده عن طريق الباور كويري تعال نرجع تاني على الاسل ممكن نقفل هنا دي بيانات البودجت زي ما حراك شايف ادي 2018 الشيط دي فيها 2018 بس الفايل اسمه بودجت وحراك لو شفت هنا هتلاقي عندي السنة اليير وعندي المنث لكن ما عنديش ديت خد بالك ده تكست وده تكست اتنين اسموهم يير ومنث ما عنديش تاريخ طبعا انا عندي كالندر تيبل موجود في جداول البحث فمحتاج اربط تاريخ بتاريخ عشان اقدر اعمل فلتريشة بشكل مزبوط الحاجة التانية بيسموها او اختصارا الجرين او مستوى التفاصيل اللي موجود جوه الجدول ده يختلف عن موجود في جدول المعاملات او بمعنى هنا المبيعات الموجودة شهرية يعني انا عندي هنا 2018 شهر يناير البروكت الفلاني الريجنال الفلانية هنا التفاصيل بالشهر لكن تفاصيل جدول المعاملات اللي هو الاول سيلز هي تفاصيل بالايام فهنا فيه اختلاف في الدرجة التفاصيل بيسموه الجرين او الجرانيارتي او مختلف ما بين الجدولين ولكن مفيش مشكلة اللي هقدر اعمله ايه دلوقتي ان انا وانا شغال ان انا احول بتاع السنة والشهر الى تاريخ وليكن مثلا اول يوم في الشهر او اخر يوم في الشهر وبالتالي لما اختار من الكلندر تابل وليكن شهر معين حيقدر يعمل فلتريشن على جدول المعاملات الاصلي اللي هو الاول سيلز وكمان على جدول البودجت اللي هو هندخوا دلوقتي حالا وحيقدر يعمل المقارنة بشكل بسيط جدا تعال بقى ايه نقفل الفايل ده كمان علشان هنروح نسحبه في الفايل التاني او في الاكسيل بوك في الاكسيل وورك بوك التاني عن طريق الباور كويري خليني اقفل ده وانا واقف على الفايل اسمه actual vs budget اللي هو فيه الديتا موديل الاصلي بتاعي هروح على data على الشمال get and transform هروح على get data وهختار from file وهقول له from workbook هيفتح لي البراوزر الصغير ده علشان ابدأ اختار ده الفايل اللي فيه البودجت انا مسميه budget وهاختار import هيفتح لي navigation pane زي ما حاك شايف وقادي الشيت بتاعتي اللي اسمها 2018 لو قفت عليها هتلاقي data preview للديتا بتاع البودجت اللي احنا كنا بصين عليها مبعد دلوقتي طبعا انا انا قلت له load بالشكل ده قلت له transform هيختار الشيت دي لوحدها ومش هيقدر يختار اي شي تانية ادخلها في المستقبل جوا نفس الورك بوك فعشان اتجنب الموضوع ده مش هختار 2018 نفسها هختار الفايل نفسه فهاطلع فوق خطوة وهختار budget.xlsx وحقول له transform عشان يفتح لي power query editor من power query editor هتلاقي على اليمين الاسم متاخد من اسم الفايل مفيش مشكلة بس هو حاطة xlsx انا مش محتاجها فباك سبيس باك سبيس لحد ما تخليه بس budget وادوس على enter كده الكويري بقى اسمها budget واخد بالك هنا ده المحتويات بتاعة الورك بوك فعندي هنا حاجة اسمها data لو قفت عليها كده الديتا دي جواها البيانات اللي انا محتاجها ولو نزلت تحت بصيت تحت كده هتلاقي preview بتاع البيانات لكن زي ما انت شايف اول line هو الهيدرز والهيدرز نفسها متسميها column 1 column 2 column 3 ودي حاجة انا مش محتاجها انا محتاج ان انا اخلي اخلي اول سطر ده هو الهيدرز فخلي year دي تطلع مكان column 1 وmonth دي تطلع مكان column 2 و product ID مكان column 3 وهكذا طيب ها اعمل كده ازاي؟ لو بسطت على فهم الابار هتلاقي المعادلة اللي خدناها قبل كده الفنكشن اللي خدناها قبل كده اسمها excel.workbook وهتلاقي مختار path بتاع الفايل اللي انا مدهوله عن طريق النافيجياتر وهتلاقي فيه برامتر اسمه null وواحد تاني اسمه true النال ده انا لو حولته وخليته ترو بدل نال دي اخترتها وكتبت مكانها true وبعد كده دست على الصح اللي هنا فهيعمل change بسيط لو رجعت بعد كده اخترت الديتا من هنا هتلاقي عمل promotion للهيدر بشكل تلقائي وبشكل اوتوماتيكي فكده خلاص الديتا بتاعتي يعتبر داخل التابل بتاعي جهزة انا مش محتاج الاسم بتاع الفينو 18 ومش محتاج بقية المعلومات اللي موجودة عن الشيت لكن محتاج الديتا نفسها اللي موجودة في الكلوم اللي اسمه data هاختار الكلوم من الهيدر بتاعه واعمل right click وقوله remove other columns بعد كده هستخدم الزوارين دول العكس بعض عشان نعمل expand هدوس عليهم هجيب لي اسامي كل الكلوم زينا عملت لها promotion للهيدر بتاعها خلاص وممكن اشيل use original column name as prefix وادوس على ok هتلاقيه اوتوماتيكلي فتح لك على طول الديتا بتاعتك كلها وقادي البيانات بتاعتك كلها بقت موجودة قدامك طبعا الميزة اللي احنا اشتغلنا بها دي لو اضفت اي شيت جديدة هياخدها معي على طول بشكل تلقائي مش محتاج اعمل اي تعديل طالما هتكون تحتوي على نفس الكلوم ونفس انواع الديتا هياخدها معي بشكل تلقائي قبل من اعمل load للكويري داخل الديتا ماضل محتاج اشوف حل لموضوع التاريخ هلاك شايف انا عندي هنا السنة وعندي كلم تاني في الشهر وانا محتاج انتج تاريخ او اعمل عمود مكانهم يكون داخله تاريخ مكان الشهر والسنة هنشوف خاصية زريفة قوي اسمها date parse ممكن تساعدنا في حل مشكلة زي كده وهتحول لي التاكست اللي شايفه قدامي ده الى تاريخ بخطوات بسيطة جدا اول حاجة محتاج امرج two columns دور مع بعض يعني محتاج اقول له الاثنين column دور حول لي الى column 1 فبالترتيب كده هختار الاول الشهر وبعدين ادوس على control واختار السنة واروح على transform وهلاقي حاجة اسمها merge columns استخدامناها قبل كده هيفتح لي ويندوز وغير اسمها merge columns وهيسألني سؤالين اول حاجة محتاج separators منهم ممكن اقول له حط كما يعني اكتب اسم الشهر وبعد كده كما وحط السنة والcolumn الجديد ده ممكن اديره اسم وليكن مثلا date هسميه date وهدوس على ok بص معايا كده اللي حصل كتاب لي January وبعدين كما وبعدين 2018 وزي ما انت شايف ABCD معناها انه لسه شايفها text لكن انا مسميها date وانا لسه على transform menu هختار الdate لوحده وحروح على يمين خالص هلاقي هنا في حاجة اسمها date and time column هلاقي حاجة اسمها date هلاقي حاجة اسمها parse لو دوست عليها بص ايه اللي هيحصل اوتوماتيكلي حول الdate بتاعي الى تاريخ بقى عبارة عن 1 January 2018 با دي فولت حط الاول واحد يعني اعتبر ان انا بحط واحد جنب اسم الشهر والسنة عشان يكون التاريخ ولو عملت فلتر كده بسرعة وانتروا حتى load more هتلاقي عندي كل شهور لكن كل شهر فيهم يمثل بتاريخ واحد بس او باول يوم في الشهر as a date فكده انا ما عنديش مشكلة بس الاول خلينا نغير باقية date types فهختارهم كلهم مع بعض اختار اول واحد الى هو product ID وادوس على shift واختار الاخير وزي ما انا واقف على transform هلاقي حاجة اسمها detect data type اول ما هدوس عليها هو الواحد وهيعمل detection data type واعتقد كلهم تمام بالنسبالي اول اربعة اعتبرهم اول تلاتة اعتبرهم whole number one to three يعني whole number one dot two دي معناها decimal number فكده data types كلها بتاعتي باقي تمام اقدر اعمل load الفايل ده هروح على home هروح على close and load close and load to هيقفل power query editor وهيفتح لي import data window هقول له only create a connection وadd this to data model علشان يبعاتلي table عطول على data model وحدوس على اوكي هيفتح لي وقادي هو بيعمل loading للبودجت 8000 froze loaded تعال نروح على data model ونشوف ال table راح ولا مراحش وشكله عامل ازاي هناك من power pivot window لو رحت على diagram view هتلاقي table budget ظهر عندي جوة data model دلوقتي جدول البودجت بقى داخل data model والخصائص بتاعتهم متشابهة مع خصائص the old sales من ناحية ان هما الاثنين يعتبروا جداول معاملات او transaction table ليه عشان ده في المعاملات او في معاملات التقديرية او البودجت وده في معاملات الفعلية وهتلاقي حتى ال columns متشابهة عندك هنا في date product id, channel id, region id, revenue ونفس الكلام متشابه هنا ولكن لو تفتكروا كان revenue موجود عبارة عن quantity و discount وجبنا له سعر من product table ولكن في النهاية الاثنين دينا نحسب revenue والاثنين بيمثلوا جداول معاملات طيب هتقول لي ايه الهدف اصلا من انا ادخل بودجت معايا الهدف ان انا اعمل مقارنة اشوف تغير actual عن البودجت واشوف الفروقات ما بينهم واعمل تحليل هذه الفروقات لكن طبعا هتقول لي طب ما انا خلاص الربط بينهم سهل انا عندي هنا date وعندي هنا date تعال نجرب نربط ال date بال date مثلا ونشوف ايه اللي هيحصل فتعال مثلا ناخد date ده ونربطه بال date هنا هتقيه بتديلك error وطبعا ده منطقي ليه لان احنا تفقنا جداول المعاملات بيكون فيها تكرارات يعني ال date ده فيه تكرار يوم 1-1-2019 او 2018 متكرر اكتر من مرة على الجانبين وبالتالي ال data model مش هينفع يربط بينهم بهذا الشكل فعشان كده احنا بنستخدم جداول البحث كوسيط ما بين الاثنين لان طبعا جداول البحث بالنسبة لل date مثلا في ال calendar سيكون هنا ال date في ال calendar ده يونيك list of dates فبالتالي سيقدر انشئ علاقة زي لما موجودة هنا وان تو ميني ادي وان من ناحية الكالندر وميني او الاستراج ده تمثل الميني من ناحية ال all sales يبقى اقدر نفس الكلام اخد ال date ده من هنا واربطه مع ال budget فهينشئ لي علاقة برضو one to mini مفيش مشكلة عندي مثلا هنا ربط ال project id مع project id يبقى ممكن اعمل ميرر لها ناحية تانية اخد project id مع project id نفس الكلام هينشئ علاقة one to mini وهكذا بالنسبة لل channel id وهكذا بالنسبة لل region id وبالتالي انا كده انشأت علاقات مبين جداول البحث ومبين جدولين المعاملات وهتلاقي هنا كأنك بصص في مراية هنا نفس العلاقات دي بالزبط موجود قصادها من الناحية التانية بشكل مباشر مفيش اي مشاكل خالص وبالتالي انا كده اقدر اعمل pivot table وابدأ اختار ال fields انا محتاجها من جداول البحث والقيم اللي انا محتاجها من جدولين المعاملات طيب ركز اللي انا قلته ده كويس قوي ال fields انا محتاجها التقسيمات يعني ال product او ال category او ال channel او ال dates بتقسيماته المختلفة سواء كان month او quarter او whatever او حتى ال region ما ينفعش اختارها من اي حتة الا جداول البحث ولكن القيم بس ممكن اختارها من جداول المعاملات وتعالى نعمل تجربة عملية مع بعض ونشوف لو عملنا عكس كده ايه اللي هيحصل ولكن قبل ما اعمل كده محتاجين نعمل measure يجمع لنا ال revenue ده كله ومش هحطه في table budget لا هحطه الناحة التانية في table بتاع ال all sales تعالى نرجع على data view وانا واقف على all sales مفيش اي مشكلة خالص هاي تحت هيدا خالص وحبدأ احسب measure جديد احسب فيه total budget مفيش مشكلة ممكن اعمل measures في اي حتة مش مرتبط ب table معين بس خلينا احط ال label هنا الاول واسمي ده variance مثلا versus budget هنبدأ اول حاجة نحسب total budget وهنسمي measure ده total bud اختصار للbud نقطتين واقوال وفانكشن بسيطة خالص هكتب sum وهختار الجدول اللي اسمه budget هختار منه ال column اللي اسمه revenue وقفل القوس ودوس على enter وممكن اعمل number formatting سريع هختار currency واقلل decimal places واعتقد انا كده جاهز على طول ممكن اروح بقى اعمل pivot table فهختار من هنا icon بتاع pivot table لو دست عليها هيوديني تاني على ال excel وانا هقول لو سمحت عايز new work sheet فهيفتح لي new work sheet ادي pivot table جديد وقادي كل لو تلاحظين البودجت بقى ظهر معانا خلاص ممكن بقى ايه البودجت ده تعالى نجرب ناخد منه ومثلا نفتح البودجت وتعالى بقى نعمل عكس اللي اللي قلتها وناخد مثلا ال region نحطها فيه rose فقادي اداني ارقام ال region سخد بالك انا ما عنديش اسامي ال region ولكن مجازا انا هاخد ارقام ال region وحطها هنا وعايزين نشوف ايه اللي هيحصل لما ناخد بقى ايه القيم اول حاجة revenue لو هنحطه هنا اهو في ال values وناخد كمان معا البودجت اللي هنستحزبينها تحت خالص دي وحطها كمان في ال values وتعالى نشوف ايه اللي هيحصل بص منظر غريب جد هتلاقي في الناحية بتاعت ال revenue هتلاقي الدنيا كلها ماشية زي ما انت شايف اهو الموجود بس مفيش اي تقسيمات ما اعترفش خالص بالفلتريشن اللي حصل هنا ولكن بالنسبة الجانب البودجت شغل كويس هما اتنين من جوة نفس ال table يعني ال region اهو من جوة نفس ال table وطبعا بودجت من نفس ال table بودجت برضو هي عبارة عن total revenue ده فقسم هنا بشكل هايل لكن معرفش يعمل التقسيمة دي على الجدول للمعاملات الاخر ليه لاني ساحب الخاصية او ساحب ال field ده من جوة جدول المرات دي بقى هروح على جدول البحث وليكن ال region اهو جدول ال region وهاتلي ال regions حطها في ال rose مفيش اي مشكلة يبقى ده شغال تمام طبعا انا بس عشان ده اربع سنين وده سنة واحدة فممكن برضو عشان نتفرج عليهم بشكل كويس ممكن نختار سنة من السنين فانا هروح مثلا على ال calendar وهروح على more fields وحط ال year في الفلتر وهختار سنة 2018 عشان ال comparison بس يبقى شكلها معقول يبقى انت كده تمام ادي جاب لك باشا ال regions كلها وقدر يقسم بشكل صحيح بالنسبة لل revenue وقدر يقسم شكل صحيح بالنسبة لل budget يبقى انت كده الدنيا ماشى معاك هايل لو سحبت fields من اي جانب من الجانبين من جانبان المعاملات حيديلك ارقام خطأ يبقى لازم دايما اخد الفلتر بتاعتي سواء كانت جوة ال pivot table نفسه او في slicer او whatever من جداول البحث وبالتالي تعالي نرجع تاني على ال pivot table window وتعالي نروح على ال diagram view يبقى انا في الحالة دي مش محتاج اي حاجة من دول ال date مش هاخده من هنا ولا product id ولا channel id ولا region وال revenue عملت له measure موجود في الاخر خالص اسمه total budget يبقى انا الجدول ده كله ميلزمنيش خالص جول pivot table يبقى ممكن اختار الجدول كده من بابه وright click وقل له hide from client tool عشان كده مش هتلخبط خد بالك احنا عملنا نفس الكلام في ال all sales لو طلعت فوق هتلاقي كل الاعمدة فيما عادة measures كلها dimmed كلها معمولة hide from client tool عشان ما يحصلش اللخبطة دي وانا في ال pivot table وبالتالي مش هقدر اختار اي خصائص او تأسيمات الا من جداول البحث والقيم بس هتلعها من measures بتاعتي اللي هي معتمدة على جداول المعاملات تعالى نرجع تانى على الاكسلايا و ال pivot table اللي احنا لسا عملينه هتلاقي جدول البودجت اختفى خالص ادي جداول بتاعتك اهو خمس جداول جدول البودجت اختفى خالص والمعلومة اللي انا محتاجها منه اللي هي total revenue موجودة عندي في المجرز دلوقتي تعالى نزود شوات measures عايزين كمان زي ما حسبنا total revenue داخل البودجت و سمينا total budget عايزين كمان نحسب total year to date هنستخدم معادلة من معادلات ال time intelligence functions كنا استخدمناها في الفيديوهات السابقة ثلاث اجزاء اتكلموا على ال time intelligence functions هتلاقي اللينك بتاعهم موجود فوق دلوقتي فهنسمي measure جديد و هنسميه budget ytd او budget year to date و نقطتين واقل وتعالى نبدأ نحسب المجر هنستخدم معادلة calculate زي ما عملنا قبل كده و جواها expression هاخده هو نفس المجر اللي كان بيجمع بس total revenue اللي هو اسمه total budget عشان اجيب measure هفتح سكوير براكت هجيب ليستة المجرز اللي عندي اخر واحد عندي اللي هو اسمه total budget حرف T بسرعة كده عشان يجيب لك total budget كده اخترت المجر الفيلتر هنستخدم ال function اسمها dates ytd جوه الفيلتر هكتب dates وبعد كده y ادي dates ytd وبعد كده محتاج جواها date فهاخد ال calendar و هاختار من ال calendar ال column اسمه date لو عايز طبعا تفاصيل اللي عملنا dates ytd والكلام ده كله هتكون في الفيديو اللي قبل ده على طول اللي هو pp07 لو سمحت ارجع له هنقفل dates ytd و هنقفل كمان calculate و هندوس على enter هيديني على طول المجر بتاع total ytd مفيش مشكلة ده لك هنا blank ولكن هتلاقيها شغالة مظبوط مفيش مشكلة عايزين بقى نعمل variance عايزين نتراحته مجرز من بعض عايزين نشوف فرق actual عن ال budget ده مجرد طرح بسيط خالص فممكن نكتب اول واحدة versus budget budget هنخسرها BUD نقطتين و equal هاخد revenue actual عندما فتحت القوس كنت مسامي المجر ده revenue اهو REV انزل تحت شوية موجود revenue وبعد كده minus total budget اللي نلسه عامله من شوية فهفتح القوس وقت TO نطرحهم من بعض عشان نجيب بس الفرق كان كان ما بين revenue actual و revenue budget و ندوس على enter هيديني نتيجة المجر عايز measure كمان ما راضي هسميه versus budget بس ytd يعني عايز الفرق بتاع actual year to date minus budget year to date هفتح نقطتين ودوس equal square bracket عشان اجيب revenue ytd اهو انزل تحت شوية ادي revenue ytd كنا حساب من المرة اللي فاتت revenue year to date minus اللي لسه حاسبين وحالا budget ytd فاعمل bud ytd اهو مفيش مشكلة و ادوس على enter كده خلاص بقى عندك المجرز بتاع تحضارك كلها جاهزة محتاج اعمل لهم number formatting ممكن اختارهم كلهم كده ادوس على shift و اختار range كله زي بداعمل في ال excel بالزبط بقى عليهم مربع اخضر و اروح اعمل لهم كلهم number formatting مرة واحدة اختار برضو dollar sign يعني currency و نقص decimal places خليها zero decimal places و كده خلاص بقى عندك كل المجرز انت محتاجها علشان تعمل comparison ما بين budget وال actual او الفعلي والتقديري فاضل الخطوة الاخيرة اني اعدل ال report ده او اضيف عليه المعلومات الجديدة فمحتاج هنا اشوف المقارنة versus budget انا عندي هنا revenue و عندي year over year عايز احط بينهم التغير بالنسبة لل budget هروح على all sales اللي فيها كل المجرز بتاعتنا و هنزل تحت خالص ادي المجر الجديد اسمه versus budget بالراحة كده و هحطه بعد revenue في values فجاب لك هنا ادي revenue و ادي versus budget ايه ده الرقم شكله يعني مش مزبوط لا هو مزبوط بس حكم اختار سنة 2019 لو اختارت 2018 هتلاقي الدنيا بقى شكلها تمام اخد revenue و طرح منه budget و دي الفروقات اديها لك على طول وبعد كده تغير year over year و عايزين بقى المجر الثاني versus budget year to date احطه بعد revenue year to date فممكن انزل بيه تحت كده خالص و اجي بعد revenue year to date و اسيب ايه دي كده فبقى عندك برضو ادي revenue year to date و ادي التغير year to date وهنا year over year فضل لي بس ان انا اصبط layout تاني طول بتاع ال report ما اختلفش بس محتاج اصبط طول slicers هاختار الاولاني و انا دايس على alt هاسحب واحدة اتنين فهيجيبها لي برضو aligned على ال grad عشان ادي اس alt التاني هاختار slicer التاني و اسحب مرتين فكده زبطني خلاص الدنيا بقت تمام انا هنا كنت اعمل center across selection فمحتاج امده لغاية i لو افت على j و روحت على home و خدت بس كده فرشة و مشيت بيها كده اتنين هتلاقي اللون زبط و هتلاقي الدنيا كمان هنا زبطت و ادي ال report بتاع حضرتك ممكن تصغر كده شوية عشان نشوفه كله على بعضه ادي ال interactive dashboard بتاعك شغال بق جواه revenue vs budget و year to date vs budget و year over year والدنيا كلها تمام التمام دلوقتي انا لسه ما عنديش ال budget بتاع 2019 فانا روحت 2019 هتلاقي طبعا ايه هي طبعا مش بايزة ولكن الفرقات دي كلها يعني revenue قد الفرق لان ما فيش رقم جواه ال budget فمحتاج اروح اجيب ال budget بتاع سنة 2019 ده الفايل اللي كان فيه ال budget اللي خدنا منه ال budget و عن طريق ال power query و زي ما تفتكر معنا كان فيه شيط 2018 ولكن ال query designed انها تاخد اي شيط موجودة جوا الفايل ده فلو جبت شيط تانية اسمها 2019 حدتها جواه ال workbook ده بنفس ال column اللي موجودة هنا automatic ممكن اعمل update واتوماتيك يقدر يupdate ال budget بتاعتي يحطي 2019 المعلومات دي موجودة عندي في workbook تاني اسمه budget 2019 شيط واحدة برضو اسمها 2019 موجود اسمها تحت اهو ولو خدت بالك ال year هنا 2019 ممكن اقف عليها من شيط نفسها نسند اتجمز اقف علي فايل نسند وزالة وضح من ال end ونقل وبعد ذلك نسند اطلاق نسند حقف علي الفايل بجت عالد وفايل انتوقع ونسند عملاق هذا الاستسمى ونقف على الـ Query أوفرش نقف على الإيرفرش اول فحيبدأ يدور ازاي refresh ال pivot table حيلاقيه معتمد على ال data model فحيروح يحاول ال data model حيلاقيه ال data model مبني زي ما حاك شايف ده على كل ال queries هو طبعا هنا حيرفرش كل ال queries مع بعض فحيروح يرفرش كل ال queries من الاول خالص وفي الاخر حنلاقي عمل update لل pivot table بتاعنا هو كده خلاص خلاص refresh وفعلا زي ما انت شايف الاول كان الفرق في ال budget هو بالزبط add total لان ال budget كان فيها 0 في 2019 دلوقتي لا ما عندكش مشاكل بقى عندك رقم في ال budget وال variance بقى شكله منطقي ادي 2018 اهو تقلب تروح 2019 ال data موجودة ولو بصيت هتلاقي ال budget هنا بقى 16000 ro كان قبل كده فيها بس 8000 يبقى انت كده ما عملش اي حاجر ان انت عملت update لل excel sheet زودت عليها ال budget الجديدة وعملت refresh لكل حاجة ازاي ما انت شايف وقدرت تريبورت جوا نفس الموضل على اربع سنين اكتشوال وسنتين budget بالشهور وبالريجنز وبالكاتيجريز وكل حاجة بشكل هايل جدا وبكده نكون وصلنا رهالة الفيديو لو عجبك لو سمحت اعمل لايك واشترك في القناة وسيبلي تعليق وسيبلي تعليق وسيبلي لينكات للسلسلة من اولها ممكن تتفرج عليها من اول فيديو لغاية الفيديو بتاع النهاردة كمان هتلاقي لينك لسلسلة power query ولينك تاني لسلسلة pivot tables فلو سمحت برضو هم متعلقين نفس الموضوعات متعلقة كلها ببعض فلو سمحت ممكن برضو تاخد فكرة عنهم شكرا جدا لوقتك واركم استفدت معايا واشوفك في فيديو الجاي وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته